فيضانات تجداح مناطق واسعة في أندونيسيا وعواصف رعدية تضرب مدينة مومبي الهندية واندلاع حرائق غابات في كندا وظواهر مناخية تثير قلق الخبراء وسط دعوات دولية بتسريع العمل على الحد من تداعيات التغير المناخي الذي باتت تأثيراته تشهدها دول العالم من الحين للآخر ففي أندونيسيا تسابق فرق الإنقاذ الزمن لإنقاذ عشرات المفقودين في الانزلاقات الأرضية التي تسببت فيها فيضانات اجتاحت مناطق واسعة في جزيرة سومطرة وأودت بحياة أكثر من خمسين شخصا على الأقل وإخلاء الآلاف من منازلهم وفق السلطات الأندونيسية الفيضانات تسببت في انهيارات أرضية دمرت العديد من المنازل والطرق الرئيسية في اليزيرة وفرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن مفقودين في المناطق المتأثرة بالفيضانات الهند هي الأخرى طالتها تأثيرات التغير المناخي حيث ضربت عاصفة رعدية مدينة مومبي مما أدى إلى تطاير مواد غير ثابتة الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات وتوقف الحركة المرورية والخدمات الأساسية في مناطق مختلفة من المدينة بالإضافة إلى توقف عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى مطار مومبي الذي يعد الأكثر ازدحاما في الهند وفي القارة الأمريكية شهدت كندا تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة جراء تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية في وقت تواصل فرق الإطفاء في إقليم إلبرتا إخماد حراق غابات انتشرت على مساحة تقدر بأكثر من 436 هكتارا وسط عمليات إجلاء لسكان مدينة فورت ماكموري الواقعة في نطاق انتشار الحرائر